أخونا محمد من مصر يقول إذا أصر الإنسان على المعصية هل يعتبر كفر؟ يا أخي الكريم لا يعتبر الكفر أولا ليس أمرا هيئنا لا تظنوا أن الكفر أمر هيئ ولا يجوز إطلاق الكفر على معين إلا بعد أن تتأكد من أن هذا الرجل قد أقيمت عليه الحجة وفعل فعلا كفره فيه أجلى من الشمس في رابعة ولدينا عليه برهان من الله وفعله أجلى من الشمس في رابعة النهار لكن إذا عصى الله نقول هذه معصية متى نقول عنه كفر في باب المعصية إذا استحلها وليس إذا كررها استحلى مثلا واحد قال الخمر حلال نقول يا رجل اتق الله الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزنام وليس من عمل شيطان فجتنبوه كلمة جتنبوه في لغة العرب في دلالتها أشد من قولنا محرم للقرآن أساليب هذا هو الفرق بين العالم والجاهل هذا هو الفرق بين المتعلم وغير المتعلم للقرآن أكثر من خمسة عشر أسلوبا من أساليب الأمري وللقرآن أكثر من خمسة عشر أسلوب من أساليب النهي عن فعل الشيء ومنها هذا الأسلوب الذي يعني أشد فاجتنبوه يعني ابتعد عنه من بعيد يعني متشربوه لا تقترب منه اجتنبه يعني لا تقترب منه فهو حرام فالشاهد في الأمر وأقمنا عليه الدليل وفهمنا وفهم ومع ذلك يقول له آل خامر حلال نقول هنا كفرت لأنك استحليت أمرا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة واحد يقول الربا حلال نقول يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول عن الربا فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرام لا يجوز قال لا حلال فكل من استحل أمرا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة نقول كفر بعد أن نعلمه بعد أن نقيم عليه الحجة بعد أن نفهمه ما دم عنده عقل يقول يا أخي شوف هذا الدليل وهذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منطق لغة العرب أنه يجب أن هذا حرام أن الزنا حرام شرب الخمر حرام الربا حرام يقول حلال 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 واستحله استحل ما حرم الله هنا لك الكفر أما عصى الله وتاب ثم عصى الله وتاب يقول باب التوبة مفتوح عصى الله وقال لأعلم أن هذا الأمر حرام لكن أنا ضعيف إلى آخر من هذا الكلام السخيف نقول لازلت مسلما لازلت مؤمنا بإيمانك فاسقا بكبيرتك لكن لا نقول عنه كفر انتبه يا أبني لا تستحجل في التكفير نعم لا نكفر إلا من أحل أمرا معلوما تحريمه من الإسلام بالضرورة بذليلها وإقامة الحجة عليه أو أنه قال عن أمر أوجبه الله عليه مما أوجبه الله وعرف وجوبه من الدين بالضرورة كالصلاة الصلاة واجبة يا أخي الصلاة تركه من أركان الإسلام كلا الصلاة ليست واجبة نقيم عليه الحجة ونفهمه ونوصل إليه المعلومة ونعلم أنها قد بلغته ومع ذلك يقول لا الصلاة ليست واجبة نقول هذا كفر